حلو السلام عليكم عليكم السلام كيف الأحوال؟ حياك الله تفضل أستاذ رامي حياك الله تفضل اليوم موضوع حلقتكم حديث التقالين نعم مين معايا؟ معاك أبو فاطمة طيب أبو فاطمة الأول قبل ما نتحدث في الموضوع ده احنا نتنزلنا ان خلاص ان احنا مأمورين بالتمسك بالعطرة من هم العطرة التي أمرنا بالتمسك بها؟ أول شيء أول شيء قبل الإجابة هل إنه حديث التقالين صحيح أم لا؟ حديث التقالين موجود في صحيح مسلم بخلاف حديث العطرة جيد نعم حديث التقالين هو صحيح وسوف أقرأ عليك يا عمي لا بالله عليك ما تقرأ عليها يا عمي تشوفني ممسوس يا عمي ما تقرأ عليها إيه يا أبو فاطمة بالله عليك يا أبو فاطمة إنجز النهار ده بس وبعدين بعد بكرة ان شاء الله ممكن نقعد مع بعض ونقرأ على بعضنا وانت خلينا دلوقتي إحنا مأمورين بالتمسك بالعطرة هل حديث العطرة فيه التمسك باثنى عشرة إماما؟ ولا هنذهب لدليل آخر؟ أسنة لو ذهبنا لدليل آخر يبقى دليل العطرة ده دليل متشابه يبقى لا يصلح لأن يحتاجوا إلى قرينة أخرى اللي هي أتبين الأئمة هل في حديث العطرة أمرنا بالتمسك بالأئمة الاثنى عشر؟ أستاذ رامي أولاً قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة أهل بيتي نعم أكمل حديث وإنهما لي يفترقا حتى يرد علي الحوم افترك همات أنا كنت أعزك تكمل عشان كده افترك الكرآن في إيده هوا بصوا عندي كذا مصحف بصوا كله طبعة واحدة عفت عندي كذا مصحف افترك هوا فين العطرة بقى؟ لن يفترك الكرآن هوا هات للعطرة بقى مش هسيبك يا مفاطمة النهاردة هفضل مسكك كده هوا لحد ما تجيب للعطرة هات للعطرة تمام تمام هات للعطرة يا مفاطمة لأ أنا بتكلم على حديث الثقلين اللي في صحيح مسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي لكن دو حديث الثقلين بلفظ حديث العطرة اللفظ اللي انت قلتلي لن يفترك دلوقت هوا الكرآن معايا فين العطرة؟ حليني الإشكال ده؟ أولا لأ بالله لا أولا كل يوم بتتعبنا وترفع ضغطنا وتمشي وإحنا ناخد البرشاب فبالله عليك بتتعبناش النهاردة يا أبو فاطم الكرآن هو وين العطرة؟ افترك ولا ما افتركوش؟ لم يفترق ولكن أنت الآن كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أنا أولا صلى الله عليه وآله وسلم لا أفسر الحديث على تفسيرك أنت والحديثة ليس موجود في صحيح مسلم الحديث اللي بتستدلي بي موجود في النساء وأنا أرى بدع في هذه الرواية يعني أنا أرى بدع فيها لكن أنا متنزل معك بصحتها ما تدخلش في موضوع أني وتكنذب رسول الله أنت قلت لن يفترك عن العطرة موجودة على طول القرآن معايا هو وين العطرة؟ يلا أقول للجمهور وين العطرة؟ العطرة سابت القرآن بقى لأ 1200 سنة ومشيء اسمع يا رامي أولا الراوي زيد ابن أرقن والمحدث الألباني المصدر يا عبد بالله عليك ما ترويليش أحاديث وين العطرة يا أبو فاطمة أنت قلت لن يفترك مش هسيبك كل ما بغح شرك كل يوم في نقطة من النقاط يا أبو فاطمة بتروح يمين وشمال أخر مرة هسألك قل لي لا أستطيع أن أجيب الآن حتى ننتقل من النقطة دي وين العطرة؟ القرآن معايا هو وين العطرة؟ أنا أقول أنا أقول ملزم بثنائية الثنائية تتكون من القرآن والعطرة طيب القرآن معايا هوت يا أبو فاطمة وين العطرة؟ القرآن معايا هو الجمهور كله بيشوفه بص دا القرآن دا القرآن دا القرآن دا القرآن فين العطرة بقى يا أبو فاطمة؟ عايزة أمسك العطرة عايزة أشوف العطرة كده وسلم عليها وقت معايا فين العطرة؟ غايبة بقى لأ 1200 سنة فيه ابتعلى رسول الله انا برد عليك انت لقيم انت فسرت التفسير بهواكم فين العطرة انت انت في انت تقول في هواي لا ليس في هواي طيب يا عم انا رامي عيسى بعتقد بضعف هذا الحديث حتى لو صحاحه الالباني او صحاحه بعد اهل العلم انا رامي عيسى بعتقد بضعف هذا الحديث القرآن ما هيون العطرة بقى قول لي فين العطرة بالله عليك يا مفاطمة فين العطرة استاذ رامي استاذ رامي انت ليس بعالم وليس محقق يا عمي وأنا من عوام أهل السنة بالله فين العطرة الكرآن معي هوت خاتم الناس بعقولها هוא يا ابو فاتمة وين العطرة يا ابو فاتمة عرف الناس وين العطرة الكرآن معنا هوت إمامك هارب بقاله 1200 سنة وترك الكرآن جيدا أنا أقول لك استاذ رامي يا عمي بالله بلاش استاذ رامي وإحنا عدين في فصل وكل شيء تقولي يا استاذ رامي استاذ رامي هاي حلية المسألة يعني أشوفها بالله عليك يا ابو فاتمة جيبنا مرة واحدة مرة واحدة بسرعة بقى وين العطرة القرآن معنا هو وين العطرة يا بو فاطمة العطرة متمثلة بالإمام المهدي حجر الله فرجه الشريف هذا ما نقول به ولذلك افتركوا ولا ما افتركوش يا بو فاطمة انا ما بقولكش من العطرة قلتلك اين العطرة شفت برضو حورت الموضوع ما قلتلكش من العطرة قلتلك اين العطرة القرآن معي هو اين العطرة المهدي المهدي مولاي الكريم لا بلا مولايك بلا بطيخ أين العطرة قل لي فين العطرة تفضل متمثلة بالإمام المهدي آه يا راسي آه يا صدع يعني يعني ما حرام عليك تعبتنا يا بو فاطمة احنا عرفنا أن العطرة متمثلة ما بقول لك شي مان العطرة بقول لك أين العطرة بقى العطرة اللي هي متمثلة في إمامك المهدي أين هم تفضل شني أين هم أين العطرة الآن أجل لك متمثلة بالإمام المهدي تفضل لي أين هم آه أين الإمام المهدي مولاي الكريم أين الإمام المهدي أين الإمام المهدي نعم الإمام المهدي غائب الله أكبر وإحنا عندنا الحديث لن يفترق غاب العطرة وثبت القرآن فما تستنين لليش بالحديث دوت على فهمكم العقيب لن يفترق أهو القرآن معايا هو أين المهدي بقى أجبني المهدي قلت لي غابة وأنا عايدة جيبها منك ومش عايزة تقولها وإنت عارفة أنا عايزة أخذها من فمك والمهم أنت طلعتها دلوقتي العطرة القرآن العطرة فين؟ العطرة غايبة يبقى افترقة لأنك فسرت الغياب بعدم الوجود وهذا خطأ من كده لا افترق يا حبيبي افترق ما بين الغياب وعدم الوجود ما هو مقى وجوده زي عدمه والله يبدأ إمامك الخرافة ده وجوده زي عدمه عمل لكو إيه؟ قال لكو يا عمنا تعباب بقى روحي ريح لساعتين كده ولا حاجة ساعتين في 1200 سنة يعني بخاذل ساعتين في 1200 سنة وعندكم بقى استستانوا خدوا منه بقى وعندكم التبريزي وخاميني وليت الفقه ياخدوكم شوية على الشرازية ياخدوكم شوية على الإخبارية ياخدوكم شوية على فلان خلاص سابكم للكرآن الكريم عموما بقى كان ده أول إلزام كنت عايز ألزمك بيه نرجع للحديث حديث كتاب الله وعطراتي هل في الحديث التمسك بالآئمة الاثنى عشر أم أننا لابد أن نذهب لقرينة أخرى تفضل استاذ رامي نرجع للحديث بلاش أستاذ رامي دي أين العطرة بقى دلوقتي خلاص هل في الحديث التمسك بالآئمة الاثنى عشر ولا هنبحث عن قرينة بصر الله عليه وآله وسلم دعني لا تقطع علي الحديث اتفضل يا بفادي اخد راحت بصر الله عليه وآله وسلم أمرني بالتمسك بالقرآن والعطرة تقول أنت القرآن الآن موجود نعم وأنا أقول معك بأن القرآن الكريم موجود ومحفوظ وغير محرف والذي يقول بالتحريف هو لا عقله له هذا جانب الجانب الآخر أنا أنا كذلك مأمور بالتمسك بالعترة العترة الآن هي متمثلة بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولذلك أنا صدقت حديث عندما قلت لن يفترق حتى يرد لذلك أنت كذبت النبي وأنا صدقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت كذبت النبي أنا أقول العترة موجودة ومتمثلة بالإمام المهدي الذي هو غائب والغيبة ليس 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 عدم الوجود طيب أرد عليك بقى أول حاجة يبقى النبي أراد أن يضلنا في دينك أنت عارف ليه لأن النبي أمرنا بالتمسك بالعترة طيب فين العترة الآن غيبة طيب الله عليكم قولي لها تمسك بالغيب إزاي إن كل حديث واحد عن إمامك المهدي أو مسألة فقهية واحدة عن إمامك المهدي تفضل بالنسبة المسائل العقائدية المسائل الأخلاقية والمسائل فقهية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أوصانا بالرجوع إلى العلماء إذن يبقى ما تمسكتوش بهم أهو اتمسكتم بغير العترة يبقى أنت ما تقول دلوقت أن أنت متمسك بالعترة اللي هي قائمة في إمامك الغائب يبقى إمامك غيبة هو يبقى لم ينقل لك حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل لك حديث عن أبائي وأجدادي لم ينقل لك مسألة فقهية من المسائل المستحدثة أو المسائل القديمة لم ينقل لك أي شيء فما تيجي تكذب عليها وتقول وأنا يا رامعيسى متمسكون بالعترة اللي هي متمثلتون بالإمام الحجة إمام الحجة إيه وبتنجان إيه أنا نسيت البذنجان موالي اللي قالي البيت أول نبتة أمنت بالولاية كما في كتاب مكارم الأخلاق للشرازة خلينا نرجع باسمنا من البتنجان دلوقتي يبقى العترة دي يا حبيبي إمامك المهدي غاب غاب إمامك المهدي وما فيش أي مسألة نقلها لكم ولا أي حديث نقلوا لكم ولا أي قول نقلوا لكم ومشوا سبكم والرواية اللي انت بتستدلي بها فأمن مسائل المستحدثة فارفجعوا فيها إلى روادي حديثنا هذه الرواية أصلا ضعفة علمائك الخوئي وغيري من علماء الإمامية الاثنى عشرية تكلموا في هذه الرواية اللي انت بتجيبها لدي الوقت إم أنت ما تمسكتش بالعطرة والعطرة غيبة والحديث ضعيف ولو تنزلت معك ليس بتفسير الإمامية الاثنى عشرية التمسك بهؤلاء وأرجع وعيد عليك تاني هل في الحديث التمسك بإمامك المهدي طب والناس اللي ماتت قبل التقليد ما هو التقليد ده مستحدث أنت من المدرسة الأصولية نعرف الله ولا هتجاوب على أسئلتي ولا حاجة بس أنا بسألها للشيع العاقل التقليد ده لسه مستحدث من 200 سنة ولا أكتر مسألة التقليد دية لكن قبل كده المدرسة الإخبارية لا ترى بالتقليد طب الناس اللي ماتت دون تقليد دية لا تمسكت برواية الإمام اللي قالها المسائل المستحدثة ولا شفت الإمام ما تمسكتش بالعطرة يبقى الناس دي في ضلال عرفت أنه هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المنكولة لنا والموجودة تدراني فضل أرد عليك أرد عليك لا لا أرد عليك يا عمي رد بدون مظلميات الله يبارك في أمك رد علي تقطع الكلام أستاذ رامي رد علي الله شاهد أنا أحبك وأحب الكلام معه خلي هكا نقطة في بالك رد علي يعني وجادلهم بالتي هي أحسن نعم أنت عندك أفكارك وأنا عنده أفكار ولله عليك رد على النقاط اللي أنا قلتها هننسى يا بو فاطمة في المظلميات هننسى رد علي أستاذ رامي أستاذ رامي أستاذ رامي حبيب الغالي بالنسبة نحن كما قلت لك متمسكين بالعترة العترة متمثلة بالإمام المهدي الإمام المهدي أرجعنا للعلماء العلماء العلماء إذا كنت إذا كنت مطلع على يعني سيرة العلماء العلماء عندما يأتون يريدون أن يأخذون مسألة يستفتون في مسألة يأتون أولا للقرآن الكريم الآن مثلا أضرب لك مثال بالله عليك يا بو فاطمة غيرت الموضوع ونستني اللي أنا قلته لك وقلت لي إحنا الإمام أرجعنا للعلماء يعني بصوا التوهان يا إخوة شفتوا توهان الشيعي النبي أمرنا بالتمسك بالعترة خلاص هنروح للعترة تعالوا يا عترة كنتوا فين تعالوا نتمسك بيكم رحنا للعترة العترة قالت لنا تمسكوا بالعلماء يا عترة أنتوا شفتونا تعالوا يا علماء نتمسك بيكم العلماء يختلفون مع بعض ويستنددون للقرآن نمسك الكرآن الكرآن هيأمرنا بالنبي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يأمرنا بالعترة نروح للعترة العترة تأمرنا بالإمام نروح للإمام الإمام يغيب ويأمرنا بالعلماء نروح للعلماء يكفروا بعده ويلعنوا بعده كل واحد بمدرسة فرحان بيها أنا كعم شيعي أعمل إيه أنا كعم شيعي عندي مدرستين كبيرتين من مدارس الشيع المدرسة الإخبارية التي لا ترى التمسك بالعلماء ولا ترى التقليد والمدرسة الأصولية التي ترى التمسك بالعلماء أكون مع مين فيهم هقولها واحدين هعمل قرعة وأم تمسك بالأصولية اللي انت منها دلوقتي أبص على الأصولية أدخل من الداخل مليانة مدارس بيكفروا بعده بيلعنوا بعد أنا كعمي أعمل إيه مدرسة الأصولية المدرسة الشرازية مدرسة سبابة لعانة خبيثة بريطانية تشيع لندني كما يسميها المدرسة الأصولية المدرسة ولاية الفقه فديت مدرسة لندنية عملاء لبريطانيا نمسك المدرسة التانية مدرسة ولاية الفقه أخذوا جميع صلاحيات الإمام الحجة وقفرهم مدرسة شورى الفقهاء لأنهم أخذوا جميع صلاحيات الحجة بولاية الفقه المطلقة اقول خلاص هسيب المدرسة الشرازية وهسيب مدرسة ولاية الفقه هروح اتمسك بمين بمدرسة السستاني المدرسة التفقيقية اللي قالت لك لا ندخل الفلسفة ولا ندخل العقل تمنتو كده هتخالفو الاصولية لا انا مش عايز التفقيقية دي لان الاصفهان اللي اسسها برضو اه والسستانة عليها الان. خلاص مش هتمسك بالمدرسة دي. هروح هتمسك بمدرسة مين? هروح هتمسك بمدرسة الملاني? ولا هتمسك بمدرسة السرخ اللي كفرتوه? ولا هتمسك بالسطرية? مقتدى السرخ اللي ما بيعرفش الكلام كنت نعلم على بعض. ولا هروح اسيب كل دول? وتمسك بمدرسة احمد بن الحسن اليماني. توهتونا. توهتونا بحديث العطرة. وانتم لا تتمسكه بشيء. ترى ترد على كلامي وتريحني يا ابو فاطم. استاذ رامي. استاذ رامي. نعم. استاذ رامي. من لك فيا قلت استاذ رامي ثلاث مرات. اجب بقى مرة واحدة. ايه من بابل. من بابل. انا عارف انت الرجل كريم ومؤدب وما شبه ذلك. اتمسك بمين بقى المرجع بيكفروا بعض وبيلعنوا بعض. وانا عمي من عوام الشيعة مسلا. اتمسك بمين? او اعرف مين الصح من مين الغلط. استاذ رامي. استاذ رامي. اولا مسألة. ايه رامي. مسألة العلماء. العلماء والمدارس. اه اما نأتي مثلا للشرازية. اللي هما يكفرون مثلا ويسبون وغير ذلك. انا اقول لك هذا اه دين اهل البيت براء منهم. الحمد لله. براء من الشرازية. احسنت يا ابو فاطم. بس انا ما بسألش ان انت تفصل لي فيهم. انا كعمي اروح لي مين? انا واحد عمي من عوام الشيعة. اروح لي مين يا ابو فاطم. الان مثلا كتسألني اه كمنهجية الى اه اه اعوام الشيعة. اطعا هناك اكو طريق. نرجح فيه للعلماء. العلماء هم الذين يحددون اه اه المرجع الاعلى. اللي هو مثلا على طريق القرآن الكريم. مثلا على طريق الاترة. على طريق الاجماع. مثلا العقل. يعني عقل. هو مين بقى? من المرجع الاعلى. الان عند الشيعة? اه. اه بعد لا يخفى عليك. استستاني. لا لا يخفى عليك. اللي هو صاحب الفتوى المباركة اللي دحر الداعش. طيب انا مريش داعب بداعش. طيب ده المرجع الاعلى. طيب من المرجع الاوطى? اليوم في 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 الساحة الشيعية? نعم. اليوم في الساحة الشيعية اه اه المرجع الديني الاعلى هو السيدي السستاني. والمرجع الاوطى. اه 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 ا خاف 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 استاذراني انت الان لما تروح للمولوية يجلك نحن اتباع الحسن ابناء احمد الحسن تروح للشيرازي يجلك انا اتنازل معك السستاني هو المرجع الاعلى والامام سبنا وقبل ما يسبنا قال لنا تمسكه بالمرجع الاعلى السستاني طب هو السستاني غائب هو كمان ممكن تسمعني تسجيل واحد للسستاني ممكن تجيب لي كلمة واحدة فيديو للسستاني لماذا السستاني لا يخرج ويصلي مع الشياء في المسجد لانه ساكن بجوار المسجد النجا في المسجد المنسوب لعالي الدريح المنسوب لسيدي ومولاي عليه رضي الله عنه وهو كذب بس مش بحثنا في دلوقتي ما بيطلعش يصلي مع المسلمين ما بيعودش مع المسلمين هتقول لي تعبان دلوقتي طب قبل ما يتعب ما كانش بيطلع معهم ليه ليه ده النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء كانوا يذهبون ويمشون في الاسواق ويأكلون الطعام ويخرجون لدعوة الناس لكن السستاني قاعد حتى سماه الصرخية وغيرهم بالصنم الصنم السستاني ليه لا سمعنا لي يصون لا لي تسجيل فيديو لا لي محاضرات صوتية لا يصلي بالناس امام ولا يصلي مقموم حتى صلاة الجمعة بيصليها في البيت مع النسوان يا عم انت ايه فايدته السستان يبقى العطرة انه بقى امرنا بالتمسك بالعطرة رحنا للعطرة امرتنا قلت لا انا غايبة انا غايبة روح تمسكوا بالسستان روحنا للسستاني قال لا لأ مش هتاخدوا مني كلمة واحدة ولا هتسمعوا مني صوت ولا هصلي معاكم ولا هخرج معاكم ايه يا عم الدين الملغبت دوت يا بفاطمة دين متعب والله دين متعب جدا كله غايب وهارم وبيتكلمش استاذ رامي استاذ رامي معاك استاذ رامي معاك استاذ رامي تفضل استاذ رامي معاك استاذ رامي أس أنتم الآن أبناء الآن يا عم بالله عليك بلاش أبناء العامة دلوقتي وحليني الإشكال اللي إحنا فيه ده علشان ما نروحش الإشكالات تانية أرد عليها ويديعي الموضوع إحنا خلينا دلوقتي في سيئ قل لي خلاص قل لي يا رامي فعلا أنا أبصب لك بالعشرة وأقول لك يا رامي عيسى فعلا إن الموضوع موضوع يتوه وإن دوت لا فيه تمسك بعطرة ولا مرجع ولا أي شيء وكله هربان في هربان ودين ضايع في ضايع وعندي بقى أسئلة حول معتقدك تكرر معايا مولا هذا كلامك 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 لا أما هو لا مش كلامي ده استنتاج لللي أنت قلته الآن ده استنتاج لللي أنت قلته الآن لا دين موجود نستطيع أن نتمسك بالعطرة لا عطرة موجودة غيبة وبعدين قلت لك ليش لا يصلي مع الناس في المسجد لم ترد عليا ليش السستاني لم يحضر الجمعة والجماعات لم ترد عليا لماذا السستاني لا يخطب الجمعة أو يخطب في المسلمين لم ترد عليا هاتلي تسجيل واحد للسستاني بيقرأ فيه عم سورة الفاتحة فقط لم ترد عليا هاتلي أن السستاني خطب أو أعطى دروس في الحوز أو أعطى دروس للمسلمين الآن نحن نتمسك بمكان الإمام لن ترد عليه يا عمي ده صنم متحنط يا عمي رامي 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 يا ها وهل وصل الأمر أن تشيل كلمة أستاذ يا عمي مش مهم يا رامي عديها والناس اللي بعدين أجيبني بقى على السستان ليه ما بيصليش الجمعة والجماعات لماذا يا أستاذ رامي أستاذ رامي أستاذ رامي الله يحفظك إن شاء الله أنا متفق معاك أكو افتراق في الشيعة وهذا طبعا فتشي صحيح الاختلاف في الرأي لا يفسد من القضية شيئا مثل ما أنتم الآن بس إلا عليك أنا ما سألتكش عن اختلاف الشيعة أنا بسألك عن السستان الآن أنت قلت إن ده المرجع اللي احنا نرجع ليه لماذا السستاني لم يخرج يصلي الجمعة والجماعات مع المسلمين ولماذا لم يعطي دروس أو محاضرات ولماذا لم يخرج حتى في تسجيل صوت يقرأ سورة الفاتحة ده فينا يقوله أصلا فريسي لا يستطيع القراءة والكتاب لا أو لا يستطيع القراءة باللغة العربية لا يستطيع قراءة القرآن باللغة العربية تعرف ترديل على الإشكال ده السيد السستاني الآن عندنا فضلاء بالحوزة من تلامثته مثلا السيد منير عندنا في النجف الآن عندنا باقر الأيرواني عندنا عشرات الدروس يعني في كافة سواء كان من التمهيد الله جميل أوي يا مفاطمة استنى استنى اللفة كملت الدورية كملت يا رجالة الدورية بصوا كملت الدورية إزاي يا رامي عيسى الدورية كملت الإمام النبي أمرنا بالتمسك بالعطرة نسكنا العطرة تعالوا بقى العطرة قالت لنا تمسكوا بالإمام الغائب روحنا للإمام الغائب فينك يا أمام تعالى الإمام الغائب قال لنا تمسكوا بالسستاني آه أخيرا لقنا حد تعالى يا سستاني نتمسك به السستاني ما بيتكلمش ولا بيقول ولا بيشرب ولا بنشوف ولا بيصلي الجمعة ولا الجماعات ولا 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 هنمسك من يا سستاني السيستاني قال تمسكوا بالعلماء اللي موجودين في الحوزة تلاميذتي reparاليلو الكuetن عندنا من الاول عليكم بكتاب الله وتلاميذة السيستاني في الحوزة باللعلك دك لم يعقل يا ابو فاطمة باللعلك دك لم يعقل يا ابو فاطمة ساد رامي ساد رامي كرهتين في اسمك باللعل اللهي حفظك بالنسبة ol 1985 سيد السيستاني عند دوكلاء الله يبقى احنا نتمسك بالوكلاء ما احنا نحتاج دورية احنا نسيب التربة القربلائية دي بقى واخد التربة القربلائية التانية احنا كملنا اللفة في التربة القربلائية الاولانية طيب الدربة القربلائية التانية هنتمسك بوكلاء السستاني من اجازة لوكلاء السستاني جمع الخمس تفضل هاتلي رواية عن الامام المعصوم او عن العطرة تجيز لوكلاء السستاني ان يجمع الخمس تفضل بدون استاذ رميو على طول جو تمام أجيبك على مسألة الخمس لا هل الإمام أجاز للسستاني جمع الخمس ساهم الإمام تفضل زين أسأل لك سؤال لا من غير باللعلك وفي مخلوق يجيب السؤال بسؤال ما تسألنيش أجيبني على طول يا أبو فاطمة السستاني الآن أمرنا بالوكلاء رحنا للوكلاء أمرنا بالتلاميذ وبعدين بالتلاميذ الوكلاء رحنا لوكلاء السستاني قالوا لنا هاتوا الخمس يا شيعة هاتوا الخمس يا موالين هاتوا الخمس يا موالين طيب من أول من جمع الخمس من العطرة وهل الإمام أمر وكلاء السستاني أنه هم يجمع الخمس سادرامي أجيبه عليك أول شيء مسألة الخمسية بالقرآن الكريم واعلموا أن ما أغنمتهم فلله هذا بعد آية واضحة الآية ظهر رقم 40 إيه من شيء قصد قصد الخمس في القرآن الكريم أظن واحد وربي تماما معاك أنا معاك هي موجودة في القرآن إذن إذن لا 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 إقرأها بتدلس لي بتدلس لي يا أبو فاطمة بتدلس لي إقرأ الآية إقرأ الآية الأولى بالراحة يا أبو فاطمة إقرأ الآية 41 مولاي 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 الخمس في القرآن الكريم يا عم ليه بس خمس الغنائم اللي بيؤخذ بالكفار هو المرجع الإمام قبل ما يغيب قال لي لسستاني عامل هؤلاء أنهم كفار قال له عامل يا أبو فاطمة وعوام الشيعة ومعمم الشيعة وكل عاملهم أنهم كفار الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الآية التانية بتتكلموا عن الجهاد إذ أنتم بالعضوة الدنيا هم بالعضوة القصوة والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد والآية اللي قابليها اللي قابل قابليها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونوا دين الله وإن تولوا فعلاموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فالآية بتتكلم عن خمس الغنائم اللي بيأخذ من الحر حتى ده أمامكم ده تعبنا خلينا نجيب تاني والسستاني أمرنا الروح للطلبة والطلبة للوكلاء والوكلاء سرقوا الخمس ودليلكم قالوا لنا أنتم يا عوام الشيعة كفار لازم ناخذ منكم الخمس لأن الدليل اللي بيستدلي بها أبو فاطمة من خمس المكاسب هذا دليل على خمس الغنائم أصلاً اللي بيأخذ من الكفار بالله عليك ما مكسوف من دينك يا أبو فاطمة بالله عليك يا أبو فاطمة في دين مهلهل مثل هذا الدين يوجد عاقل يتمسك به اللهم إنا نبرأوا إليك من هذا المعتقد اسمعني اسمعني اسمعك بس يا أبو فاطمة اسمعني اسمعني مسألة الخمس كثير من أبناء العام أنتم أضعتكم ذيق في الفهم القرآني مع كل الأسف طيب الآية دي بتتكلم عن خمس الغنائم عندك دليل إمامك المهدي علشان ما نعودش للف الدورية الكبيرة خلينا إحنا نحنا للدورية الصغيرة فسيبك من الدورية الكبيرة دي دي الوقت عندك دليل إمامك المهدي قبل ما يغيب قال لي للسستاني أو الوقلاء إن هما يجمعوا الخمس اتفضل اسمع أستاذ رامي اسمع اسمع مسألة الخمس الآن حتى لو تعرضها على كل عاقل سوف يقول لك هذه مسألة صحيحة كيف الخمس هذا يأخذ يأخذ حبيبي يأخذ ويوزع الفقراء والمساكين أيها تعالى واحدة واحدة معلش معلش الإخبارية خلفوكم في ذلك قالوا لك ما هو دليل إن السستاني ما بيعملش كده وعبد الحليم الغزي بنى إن السستاني بني بنايات في بريطانيا بأسماء أبناء ريدا ومحمد ريدا هذا السستاني وغيره بني بنايات وشوارع بأسماءهم بفلوس الخمس فلوس فقراء الشيعة كل واحد يدفع الخمس فهو مغفل وأنا بعتذر لأي ذيف الشيعة محترم بيسمعني دلوقتي الإخبارية التحدة والسستاني قالوا له هات لنا دليل إن الإمام قال لك تأخذ سهم الخمس سهم الإمام وتوزعه على الفقراء والمساكين عندك دليل على جواز بأي رواية من كتبك على جواز إن المرجع يأخذ الخمس ويوزعه على الفقراء تفضل يلا اسمع يا أستاذ بالنسبة للسيد السستاني الساد رامي السيد السستاني بالفترة الأخيرة أصلا هو المكلف نفسه يأخذ الخمس ويدفعه للفقراء والمساكين هل بقى الإمام أمر السستاني يأخذ الخمس ويوزعه للفقراء والمساكين انت شفت ما قال المستشفى القزويني اللي تلعى الحرامي النصاب وما هج عليه شعة العراق قال لهم آه هذه المستشفى ليس ده للإمام القائم للإمام الحجة وقعد في العتبة بيفصر لكم القرآن شوية منافقين خلنا نرجع لموضوعنا تاني بقى السستاني هل عنده دليل على جواز أخذ سهم الإمام وإعطاه للفقراء تفضل نعم عنده دليل هات الدليل عنده دليل هو فقه وعنده دليل هات الدليل يا عم ما فيه الإخبارية تحدو قالوا له هات لنا دليل الكتب الإمامية ورايا هو التراث ورايا هو هات يابو فاطمة هات لدليل من وسائل الشيع من كنز الحقائق من موسوعة الغدير من كتب التأمين للبحار من غيره هات لدليل على جواز السستاني أن يأخذ الخمس ويدفعه للفقراء والمساكين تفضل مولاي الكريم مولاي الكريم أولا أكو روايات ما مضمونها أنه يأخذ الخمس ويدفع إلى فقراء شيعتنا تبهات الرواية يلا أنا معك وأبحث لنا عنه يلا مولاي الكريم موجود ها موجود أبحث لنا عنها مش أنت قلت للمرفض عندك مكتبة كنت فرحانة عندك مكتبة وفيها كتب طيب ابحث لي في المكتبة أو في جوجل يلا وأنا معك ابحث لي أن على الشيعة على الولي الفقية أن يأخذ الخمس ويعطيه لفقراء الشيعة طفا ده قبل السستان وقبل الليلة دي المتاينة دي كانوا بيأخذ الخمس وكانوا بيتفنوه والله أهو والله العظيم زيبا بيقول لك كده آخي المستمع كانوا علماء الشيعة بيأخذ الخمس وكانوا بيتفنوه كانوا بيتفنوا الخمس والله يقول لك لا ندفن الخمس للإمام ما ناخدوش هاتلي دليل بقى الإمام قال لا خذوا الخمس ووزعه للفقراء يلله ابحثي يلا معنا مولايaya الكريم يأخذ الخمس يدفنه مولايي هذا مخالف مخالف يعني للوقع طب لو قبتلك الآن said tebal ini علماء الشيعة فعلوا ذلك مولايي الكريم الخمس يدفع لي فقراء الشيعة دليلك دليلك أن الخمس يدفع له لفقراء الشيعة ساهم الإمام بأن يدفع cuyan هاتلي الدليل من قول أحد من الآئمة عندك أنا أقول لكrew روايات يوجد ابحث عن روايات وأنا معك يلا ابحث ونحن قاعدين مع بعضهم احنا ورانا حاجة ألمتم ما احنا فاضين لكم ابحث عن رواية وانا أعد معك هوا يلا ابحث عن رواية ابحث عن رواية ان الولي الفقهي أخذ الخمس ويدي الفقراء مولاي الكريم يوجد ادخل على بحار الأنوار معاندي بحار الأنوار ابحث لي في الروايات بحار الانوار. اهو. انا بس لحظات حتى طلع لك بحار الانوار. يا ولد عندك بحار الانوار ايوة يا عمي بقيت زي رمي عيسى. يلا هاتلي الرواية. يا ابو فاطمة. يا ابو فاطمة. يا ابو فاطمة انت هتعمل زي السستاني. بيندعو عليه عشان يصلوا. اه بس هيندعو على السستاني قريب ان شاء الله في في النجف. ويقولوا اه الصلاة على الصنم. بس لحظات اه. السادرامي. نعم. تسمعني السادرامي. اوعى تخترع رواية من عندك يا ابو فاطمة لان. باب الخمس. باب الشريف. اه. الكافي قدامه. تحب ان اقرأ لك? اه اقرأ. طلع ابواب الخمس. يلا. في في الزكاة تلجأ. ترا في في الزكاة. اقرأ الرواية يا ابو فاطمة. ادخل راح تلجأ في تلجأ ابواب الخمس. راح تلجأ عشرات روايات. لا لا هاتلي رواية واحدة اتحدك حتى لو ضعيفة موضوعة مجذوبة بتقول ان الولي الفقه يأخذ الخمس ويعطيه لعوامي الشيعة. اتحشرت يا ابو فاطمة صح? صدمت من السؤال صح? اسمع. هات. اسمع هذه الرواية. هات. تسمع الرواية? ايه اقول يلا. واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا. الله ابيح هو ده ماذا تقول ايه? صلى على محمد وآلي محمد. صلم وسلم على النبي وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ان قللك رواية ايه? ايه ايه ايه. ايه الخمس ابيح لشيعتنا هو ده الرواية دي عليك. اما لا يستسنى بياخذوا ليه? واما المتلبسون بامونا فمنستحالة من اشكل في اخلاف دا ما يأكل لانران. واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل لم يكملتش رواية ليه؟ في حل إلى وقت ظهور أمرنا فهم في حل إلى وقت ظهور الإمام لسستان الصنم التغط دوة أخذ الخمس منكم أهوة الرواية هؤيت بتقول وأما الخمسة فقد أبيحة لشيعتنا والرامة موجودة أيضا في الغيبة للتوس وأما الخمسة فقد أبيحة لشيعتنا وجعلوا في حل إلى وقت ظهور أمرنا فالشيعة في حل الآن جيت كحلة عميتها يا ريتك ما جبت الرواية دي يا مفاطمة ده الرواية دي حج عليك انت الرواية دي حج عليك انت وفق أما الخمس فقط أبيح لشيعتنا الرواية دي حج عليك انت حج علي وليس حج عليك حج عليك انت طم عليك طم عليك يا مفاطمة أهو خلنا نكرأها للناس في كتاب الغيبة هو ايو الأكرم للتوسي المجلد أول صفحة 350 واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شنف أكلوف إنما يأكل النيران السستاني بيأكل النيران عندهم وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولا تدب ولا تخبط يعني الكلام دوت أيها الأكارم الإخبارية بيقفروا الأصولية به المدرسة الإخبارية بتقول لهم يا أصولية يا أبناء المتع أنا ما بكلمه ما بنقلش أما بسبكش ده عبد الحليم الغيرز يروح اشتمه هو بيقوله ببقى قال لهم هوت فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل وجعلوا منه في حل إلى وقت الظهور إلى وقت الظهور فهم في حل لسيستان يأخذوا منهم يعين لسيستان يأخذوا منهم ده أنا عندي السيستان بيقولك تخمس الغيارات الدخلية حرام عليكم حتى الغيارات الدخلية بيقولك لو شهيت مصمير خش عند الموقع الرسم رامي عيسى خش قسم مرجعيات معاصرة وهات اسم السيستان وشوف السيستان في الخمس بيقولهم لو عندك شهيت مصمير ويعد عليهم تخمصهم الغيارات الدخلية fearful لا يا حبيبي خمسه لو جاي لك هدايا ولا حاجة خمسها او الله استاذ رامي استاذ رامي نعم يا وردة نعم يا عيون استاذ رامي اللي رفعت دخطه استاذ رامي الله يحفظك انت تقول لا يخرج ولا بطيخ ايوة هتغير الموضوع وهنروح لامامك الحجة المهدي لا يخرج في اخر الزمان غير امامك اللي عايش بقى لألف ومئتين سنة دلوقتي فقد قبيح لشيعتنا كيف اتيت بهذه الرواية بالله ما استحت على وجهك يا ابو فاطمة بالله ما استحت على وجهك ما جبت الرواية فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت الزهور بالله يا ابو فاطمة ما استحتش ما اتيت بهذه الرواية تفضل استاذ رامي الرواية هاي صحيحة ولكن عندك ذيق في الفهم فهمنا انا معلش انا عندي ذيق في الفهم فهم تمام وأما الخمس فقد أبيح إلى شيعة نعم كما يفعل المراجع لأفتغ والعرسل السيستاني بأن الخمس الفاتوى نفسي نفس المكلف الذي عنده أموار يغطي للفقراء والمساكين لا أذا بيطلع الخمس انت قلت وبيغطي للسيستاني وإحنا عندنا الرواب تقول فقط أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل وجعلوا منه في حل يا بو فاطمة يا بو فاطمة انت أكيد عندك عينه بتشوف فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت الظهور يا بو فاطمة انت بتغادل في الباطل وأنت تعلم أنك بتجادل في الباطل أنت تعلم أنك تجادل في الباطل سعدراني سعدراني تكلم يا بو فاطمة فلسين انت عارف ان انت بتجادل في البطل فقط ابيحة لشيعاتنا واجعل منه في حل الى وقت الظهور استاد رامي استاد رامي يا عمي نعم يا عمي احنا عادين في فصل اقول يا عمي يا عمي اسمعني يا حبيبي اسمعني استاد رامي يأمر او يفتي المجأ لان الخمس الذي عند المكلف هو الذي يذهب به ويعطيه للفقراء انت بتجذب يا ابو فاطمة ده انت لسه الاسستان هو اللي متكفل بجمعه واعطاه هو للفقراء روح يا ابو فاطمة بقى انت بعد ما عجزت خلاص شفتم بعد ما عجز ابو فاطمة عمل ايه قاعد يعني يحرف الكلام بقى لنا حوالي ساعة اللي تلت مش عارف يجيب وامسكه من هنا يروح يحور لك ويجيب لك وشفتم الدورية اللي عملنا هلك اللفة اللي لفة فهلنا ودوخ عوام الشيعة هذا المعمم او هذا البحث اللي بيقول لنا البحث ابو فاطمة اما رحنا فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل قال لك اه ما هما في حل لهم اللي يغدوه يغدو الخمس ويوزعه يغدو ايه هما في حل هما في حل انتعارفين لي يا اخوة استبدلوا الزكاة بالخمس كل شيء واستبدلوا الحج بالحج الى قبر الحسين تقف عند قبر الحسين يوم عرفة ولا تقف مع الحجيش يكتب لك 2 مليون حجة و2 مليون عمر فاستبدلوا الزكاة واستبدلوا الحج وحرفوا الصلاة وحرفوا الهدوء وحرفوا القرآن دين مخالف لدين الاسلام جملة وتفصيلة كان معكم الباحث الشيعي ابو فاطمة الحكم لكل شيء عاقل استمع الى هذه المناظرة اقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو انتظر اعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد